السلام عليكم الموعد تخفيف عنقيد العنب قبل بداية نضج العنقيد وليس بعد عملية نضج العنقيد يتم خف العنب في الأشجار صغيرة العمر أو ضعيفة النمو بحيث نقي على عنقود واحد على كل غصن أما في الأشجار جيدة النمو والعمر فنختار خف العنب حسب طول الغصن فإذا كان أقل من 40 سنطين نقطع كل العنقيد الموجودة على الغصن أما إذا كان طول بين 40 إلى 60 نبقي على عنقود واحد أما إذا كان الطول الغصن أكثر من 60 سنطين نبقي على عنقودين من قواعد الخف أيضا أن نبقي على عنقودين على الأكثر على كل غصن في هذا الغصن هناك ثلاثة عنقود فقطعنا عنقود فبقي عنقودين أيضا ننظر إلى قطر الغصن وطول الغصن إذن قطر كمان مهم في عملية اختيار الأعنقود التي تبقى على الأغصان لون الغصن أيضا مهم هل هو الغصن لونه بني أو لونه أخضر هذا الغصن لونه بني وليس أخضر عليه عنقود عنب قطره جيد ولكن هناك ثلاثة عنقود فالأفضل أن نبقي على عنقودين ونقطع العنقود الثالث هذا الغصن قصير وقطره أقل من قطر قلم الرصاص فالأفضل أن ننزع كل العنقود عليه لأنه طول الغصن وقطره أقل من المطلوب هذا الغصن قطره مناسب وطوله مناسب عليه تقريبا عنقودين نبقي على العنقودين هذا غصن لونه أخضر أي غير ناضج طوله قصير عليه عنقودين فالأفضل أن نقطع العنقودين ولا نبقي على أي عنقود لذلك نقطع العنقودين يمكن أن نقوم بقطع جناح العنقود هذا جناح العنقود يمكن أن نقطعه وهذا أيضا جناح يمكن أن نقطعه وبالتالي نحصل على شكل عنقود أفضل وبجودة أعلى هذا جناح أيضا سنقطعه أيضا هذا عنقود من الغصن الأساسي الرئيسي وهذا عنقود من الغصن الجانبي السانوي لذلك نقوم بعملية قطعه لأنه سيتأخر بالنضج ويأخذ الغزاء يمكن تمييزه بعد عملية النضج كما يمكن أن نقطع جزء من العنقود إذا كان عنقودين متراكبين على بعضهما فنقوم بقطع جزء من العنقود لتاح التهوية يجب أن تعلم في حال قطعنا عنقود فإن الطاقة والغزاء ستذهب إلى العنقود الأخرى المتبقية على نفس الغصن وبالتالي ستصبح زاد جودة ونضج أبكر ويمكن استفادة من العنقود المقطوعة بدلا من رميها بعمل عصير حصر وهو لذيز ومفيد بالنهاية تحتاج هذه العملية إلى خبرة كبيرة وإلى ممارسة فإذا كان لديك شك باختيارك لعنقود لقطعه أم لا فالأفضل أن تتركه بدون قطع تحياتي لكم وإلى اللقاء